أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تنصيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية لحث الأطراف على الوقف الفوري للتصعيد باعتباره الأولوية في الوقت الراهن حقنا لدماء الشعب الفلسطيني والمدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جاء ذلك خلال تلقيه اتصالات هاتفية من نظيره اليوناني وتذلك وزير الشؤون الخارجية والهدرة التونسيين بالخارج كما أكد شكري على أن الوضع الراهن ينبغي أن يدفع المجتمع الدولي للتعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية